معارك كر وفر يخضها جيش الإسلام هذه الساعات مع جيش النظام جنوب الغوطة الشرقية ويعلن تدمير دبابة وعربة الشيلكة خلال المواجهات التي ما تزال مستمرة حتى الساعة على الجبهة ذاتها المنطقة كانت ولا زالت تتعرض لقصف مكثف منذ أيام إضافة إلى كل من بلدات جسرين والمحمدية والنقاط التي حولهما وبينما يتزامن الاقتتال الدائر بين الفصائل العسكرية في الغوطة والذي دخل يومه السادس عشر وأسفر عن مقتل أكثر من 150 قتيلا من جميع الأطراف كانت قوات الأسد قد تقدمت ورصدت كل من كتيبة إنشاءات المطار العسكرية ومداخل بيت نايم والمحمدية من جهات طريق الغوطة الرئيس ما جعل بلدتي جسرين والمحمدية خط جبهة قوات الأسد كانت قد سلخت كامل القطاع الجنوبي بعد السيطرة على بالا والتي تعد نقطة التقاء بين ثلاثة قطاعات رئيسية في الغوطة الشرقية الجنوبي والأوسط والمرج وما زالت قوات الأسد تحاول منذ أشهر الوصول إلى بوابة دخول القطاع الأوسط للغوطة من خلال بلدات المحمدية وجسرين ثم كفربطنة وسقبة في مواجهات يومية مع فصيل جيش الإسلام جيش الإسلام أكد في التاسع من أيار الجاري استدراج عناصره لجنود الأسد على جبهة بيت نايم وقتل عدد منهم ثم السيطرة على النقاط المحيطة الاشتباكات التي يسمع صداها في كافة أرجاء الغوطة كانت قد تجددت صباح هذا اليوم في منطقتين الأشعري والإفتريس ويوجه أهالي الغوطة اللوم للفصائل التي تقتتل داخليا في وقت يحاول النظام سلخ الجزء المتبقي من جنوب الغوطة والذي استحوذ على القسم الأكبر منه العام الماضي ترجمة نانسي قنقر